عشرات المواطنين من أهالي الأسرة وأسرة محررون ومؤسسات الأسرة والقوى الوطنية في محافظتي رامالله وطول كرم شاركوا في الاعتصام الإسبوعي تضامناً مع الأسرة المرضى والإداريين المضربين عن الطعام هذا الاعتصام يأتي لإسناد نضال الحركة الأسيرة في مواجهة الإجراءات العنصرية القمعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الأسرة هذه الفعالية هي امتداد واستمرار لكل الفعاليات التي تجري في كل أنحاء الوطن دعماً ومساندة ومشاركة للحركة الأسيرة في معركتها المستمرة والمتواصلة في مواجهة إجراءات دولة الاحتلال ولا أقول السجام إذ أن مؤسسات دولة الاحتلال كلها متورطة فيما يقترف بحق الأسرة من جرائم تحديداً جريمة الاعتقال لداري وجريمة الإهمال الطبي كل الدعم والمحبة لأهل الأسرة خصوصاً ميلاد والتي إن شاء الله بيكون ميلاد وليد قريباً بالحرية والنصر وأهالي عاصف وكل الأسرة والأسيرات المرضى والأطفال والشيوخ والنصر قريب إن شاء الله كذلك الفرم يعني هذا عرف مستمر في محافظة طول كرم في كل يوم ثلاثة في اعتصام تضامن مع أسران البواسل اللي هم في اشتباك مستمر مع هذا الاحتلال في كل لحظة يقومون في واجبهم الوطني وهم بوصلتنا وهم مسعانة الدائم للإفراج العاجل عنهم جميعاً بكل الوسائل اللي يجب اتباعها هذا وطالب المشاركون بمساندة الأسرة وإنقاذ حياتهم وتحديداً الأسرة الذين يعانون من الأمراض داخل المعتقلات لسيم الأسيرين المريضين وليد دقة وعاصف الرفاعي الذين يعانيان وضعاً صحياً خطيراً منددين أيضاً برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة أسناداً لكل الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسيران المصابان بالسرطان الأسير وليد دقة وعاصف الرفاعي وكذلك وقوفاً وأسناداً إلى جانب أسرانه المضربين إضراب مفتوح عن الطعام فهناك خمسة من الأسرة الإدارين مازالوا يتواصلون في إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري لليوم التاسع على التوالي وكذلك استمرار سياسات الإهمال الطبيب قضية الأسرة المرضى وعلى رأسهم الأسير ولي الدقة وعاصف الرفاعي و24 معتقل مصابون بأمراض السرطان بالإضافة إلى الأسيرات والأسرة الجرحة والذين تعرضوا إلى إطلاق النار ولا يقدم لهم الرعاية الطبيقية قضية الأسرة قضية كبيرة تحتاج منها جميعا كمؤسسات وقوى أن نتوحد خلفها من أجل نصرتهم حتى تحريرهم من سجون الاحتلال خلال الاعتصام حمل المشاركون صور الأسرة الإداريين المضربين عن الطعام والمرضى ولافتات كتب عليها شعارات تدعو لإسناد الأسرة ودعم صمودهم مرددين الهتافات لإنقاذ حياة الأسرة والمنددة بالممارسات القمعية التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال بنزير أيخمن تلفزيون فلسطين